يعني ما جاش القرآن الكريم قال ما تصليش ده بقى ده السؤال اللي كنت هسأله لك دي كانت خناءة مرة مع أحد القرآنيين أيوة إنه حد قالك تفتري ممكن تصنع ما جابش ما قالش تفتري حد قالك تفتري أيوة هو ربنا قالك تفتري أيوة أيوة احنا معروف إن احنا أيوة معروفة من مين هو يعني السفل العظيم بس هو كان بيقول كده يعني هو النبي بيشرع دين غير اللي جنة للقرآن الكريم من أين جاءت هذه الأحكام وهي لم تأتي في القرآن الكريم هنا عندنا القرآن الكريم دايما لما بيدي بعض أحكام في بعض مسائل العبادات بيقوم سايب شطرها للنبي صلى الله عليه وسلم عشان هو قال إيه في القرآن قال قل أطيعوا الله وإيه وأطيعوا الرسول ما أش هو الرسول والرسول فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأدي الأمر منكم يبقى هنا ما قالش هو أطيعوا للأمر نعم يبقى أنا كده مش همشي مش يطيعوا لا أطيعوا ما القرآن قالوا وقول الأمر منكم اللي هو بس الكلام اللي هو بيطبق ربنا بس اللي بيطبق أمر ربنا يبقى أنا ينفع أخالف أولي الأمر ينفع ويا ما أكثر الناس ما نزل في السجون دي بتعمل ايه يبقى فيه مخالفة لكن الرسول لا لكن الرسول لا لو أنا ما أطعتوش دي مش مش هاخد أعقاب دنياوي مش هيقضى عليك بالحبس مش عمل لا ده لو ما أطعش الرسول خرج من الملة شوف القرآن بقى بيعمل إزاي بيبايل لك الكسة دي قال فيها تانية وما أتاكم من رسوله فخذوه فخذوه وما نهاكم عنه نهاكم النبي مش ربنا نهاكم اللي النبي نهاكم عنه اللي أتاكم النبي بيه اللي قالوكم عليه قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ايه ما نزل إليه من اللي هو القرآن الكريم ينزل إليهم يبقى ساعات يبقى بيان ساعات تشريع النبي عليه الصلاة والسلام يشرع جيف آية تانية قال طب من يطع الرسول ايه اللي حصل قال فقد قطع الله يعني لو رسول جاب حاجة من نفسه من يطع الرسول فقد قطع الله فقد قطع الله يعني شوف النص واضحة من يطع الرسول فقد قطع الله اللي يسمع كلام النبي بقى يسمع كلامي ايه شوف التوضيحات بقى القرآنية يبقى النبي عليه الصلاة والسلام من الشرع من يطع الرسول فقط أطاع المرأة ولا تتعارض مع القرآن يعني هي بس بيان يعني بيوسع الأحكام وبيبينها لنا أكتر طب لما القرآن جاء المسلا في آية كده قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما طب أقطع من هنا ولا من هنا ولا من هنا طب أنا محتاج حد يبين لي مين اللي حيبين النبي لما القرآن قال أقيموا الصلاة أصلي إزاي والدهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشة وركعتين ولا أربعة ولا خمسة والركع عامل إزاي أركع واللسجل جاء عايزة إيه عايزة بيان بيان من لنبقى الصلاة والسلام يبقى طب وإيه لا يبقى ما فيه الصلاة يبقى أنا حنكر الصلاة وحنكر الزكاة طب الزكاة ما كل حاجة بقى يبقى أنا هدمت كل شيء وبردو القرآن الكريم لما قال ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن طيب يعني إذن هي غير طاهرة في القرآن باين أنها مش طهرة والصلاة لازم الإنسان يبقى طاهرة تمام فهي يعني هو يعني فكرة إن هم مش طهرين فالرسول بقى جيهبين كان ما تصليش بقى كمان أيها هي المفروضة إحنا كنا نفهم من نفسهم أنه من شروط صحة الصلاة الطهرة لو ما عنديش طهرة يبقى ما فيش صلاة فهي الست اللي عندها القصة دي ستة على غير طهرة يبقى هتصلي إزاي فالنبي عليه الصلاة والسلام عشان دي مسألة الصلاة مسألة صعبة راح جاب لها نص على طول أليست إذا حاضت لم تصم ولم تصلي أيها يبقى وحيد لا تصوم ولا تصلي ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام طيب ليه ما تصمشي لأن المرأة في حل حيد يحدث عندها هذا النوع من السيلان تحتاج فيه للسوائل ولا يجوز ولا يصح صحيا أن تنقطع عن الشراب بش الطعام بس عن الشراب فترة 16 ساعة لا ده صعبة صعبة جدا لابد أنت كده بتضرها وهل جاءت أمور الشريعة لتضر بالإنسان ولا تصطع بالإنسان النهاردة في العصر الحديث لما بيقولوني على الأنظمة الغسائية بيقولك فيه الصيام ما يسمى بالصيام المتقطع اللي مدته 16 ساعة جابوا مني واللي بيقولوا مش مسلمين مالوش علاقة بالإسلام ده ناس عمالة دور لك على طريقة تصبط لك بها جسمك وتصبط لك بها كرشك والعاجات اللي بتحصل دي طيب ماشي احنا أخذنا كلام دول تم النص القرآنية فجاءت الأشياء لتصلح حال المرأة عشان كده قال لها لا ما تصميش في طريق وكل لكن قال لها تقر لكن قال لها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لأن الصلاة مكررة لكن الصيام مش مكرر الصيام 30 يوم أو 29 يوم بس في السنة ومعاها بقى 333 يوم بعد كده ولا 36 يوم فاضية فيهم فلو حصل أن فطرة أي يوم من دول يبقى تقضيه طيب هل النبي اعتبر أن ذلك الحيض مرض؟ لا لم يعتبره مرض قال لك قال النبي ما اعتبروش مرض لما قال لك تقضي قال إيه؟ ما عليك تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لأنه لو اعتبره مرض كان خليها تقضي الصوم وتقضي الصلاة ما هو المريض لو تعبانه ما صلاش يبقى عليه الأوقات يقديها لكن لا ميز المرأة في هذا حتى يفهم أن المرأة ليست بمريضة وأن هذا ليس بمرض لشان ما حدش يعتبر أن الستة ويا في حالة الحيض هي مريضة لا مش مريضة هي ستة السليمة كلها لست حاجة غريق يعني ليه نعوض الصيام وما نعوضش الصلاة؟ لأن الصلاة متكررة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلفت النظر أن هذا ليس بمرض ترجمة نانسي قنقر